السلام عليكم ورحمة الله لم يكن إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه وأصحابه بالأمر الهيين فقال أحبار اليهود ما آمن بمحمد ولا تبعه إلا أشرارنا ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره فأنزل الله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين رغم أن من آمن من أهل الكتاب بمحمد صلى الله عليه وسلم عدد قليل إلا أن الله عز وجل قد أنصف تلك القلة المؤمنة فالإنصاف من الإيمان والإنصاف خير الأوصاف وخلونا نتكلم شوي عن تلك القلة المؤمنة كان عبد الله بن سلام من قبيلة بني قينقا وكان من أحبار اليهود ومن أعلمهم بالتوراة وكان على علم وضرايا تامة بنعة وصفة محمد صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك من كتبهم وكان عبد الله بن سلام قبل الإسلام له مكان وشأن عظيم بين اليهود فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ذهب عبد الله بن سلام مع من ذهب لرؤيته فلما تبين وجهه عرف أنه ليس بوجه كذاب ولما نزل قول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم سأل سيدنا عمر بن الخطاب عن المعرفة في تلك الآية فقال عبد الله بن سلام يا عمر لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني ومعرفتي بمحمد أشد وأسرى عبد الله بن سلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ولأن سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه أرضاه من اليهود فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن اليهود قوم بهد فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم فقالوا جميعا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام فضحكوا وقالوا أعاذه الله من ذلك فخرج إليهم عبد الله بن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال اليهود بل شرنا وابن شرنا وتنقصوه وحسن إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه أشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة هو ده النموذج اللي احنا نعرفه لكن يا ترى هل هناك نماذج أخرى؟ بالطبع هناك ثلاثة من الصحابات الكرام رضي الله عنهم أجمعين هم أسد بن عبيد وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية رضي الله عنهم أجمعين وخلونا نعرف الحكاية من أولها كبيل الإسلام بسنين قدم رجل من اليهود من أهل الشام يقال له ابن الهيبان وكان رجل من أهل الكتاب من الصالحين وكان إذا قل المطر يذهب إلى ابن الهيبان ويستسقو به فيقول لهم لا والله حتى تخرجوا صدقة ثم يخرج بهم إلى حرة المدينة فيستسقي لهم فوالله ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب ويسقى القوم فلما خضرته الوفاة وعرف أنه ميت جمع اليهود وقال لهم يا معشر يهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع فقال اليهود إنك أعلم فقال لهم قد أظل زمان نبي يهاجر إلى هذه البلدة فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه وقد أظلكم زمانه فلا تسبقن إليه يا معشر يهود ثم مات ابن الهيبان فنزلوا وأسلموا وأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهم وكان أولئك الصحابة أسد بن عبيد وثعلبة ابن سعية وأسيد ابن سعية رضي الله عنهم أجمعين وفيهم جميعا نزلت تلك الآيات المباركة جزاكم الله خيرا ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ليسوا سواء ليس أهل الكتاب سواء فمنهم جماعة مستقيمة على دين الله آقائمة بأمر الله يقومون الليل والناس نيام ويكثرون من صلاة التهجد وذلك لأن صلاة الليل من أهم أسباب الثبات على الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد صلاة الفريضة صلاة الليل مرتلين آيات الكرآن الكريم مقبلين على مناجات ربهم في صلواتهم آثرين الخضوع والرقوع والسجود له وحده جزاكم الله خيرا ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين يؤمنون بالله إيمانا راسخا على الوجه المقبول شرعا والإيمان بالله هو قمة الإيمان واليوم الآخر ومن آمن باليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء وثواب وعقاب وجنة ونار واجب عليه أن يعمل لذلك ويأمرون بالمعروف والمعروف هو كل ما عرف حسنه شرعا وعقلا وينهون عن المنكر والمنكر هو كل ما عرف كبحه شرعا وعقلا فلم يكتفوا بتكميل أنفسهم بل سعوا في كمال غيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالطبع كلنا عارفين حديث السفينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا ويبادرون إلى فعل الخيرات والطاعات في أول الوقت ويقتنسون كل فرصة لشدة رغبتهم في الخير وكأنهم كالفراش يطير في دائرة كبيرة من الخير نسأل الله العظيم أن نكون منهم وفرق شاسى بين المصارع أو العجلة ومعنى المصارع التقدم فيما ينبغي التقدم فيه أما العجلة فغالبا هي التقدم فيما لا ينبغي التقدم فيه قال الله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها تعرض السماء والأرض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فنحن مأمورون بالمسارعة في الخيرات أما عند طلب الدنيا والرزق الحلال فلا حاجة إلى المسارعة قال الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها ولكن الواقع مرير إلا من رحم ربي فنجد مسارع وتنافس شديد في طلب الدنيا ونجد تباطؤ شديد وإعراض عن الخير إلا من رحم ربي والآن دعونا نأخذ بعض النمازج للمسارعة في الخير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق ووافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أصبك أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قلت مثله قال وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا قال الشعراوي رحمه الله ما دامت هبة الخير قد هبت فيجب على الإنسان أن يأخذ بها لأن الإنسان لا يدري أغيار الأحداث ودواك ملموس في حياتنا ورغبتنا في عمل الخير أولئك من عباد الله الصالحين الذين يدخلهم الله في رحمته ويتغمدهم بغفرانه وفضله وإحسانه قال الفخر الرازي رحمه الله أن هذا الوصف بالصلاح هو غاية المتح لأن الله تعالى وصف أكابر الأنبياء بذلك الوصف فمدح الله عز وجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وقال عن إيسى عليه الصلاة والسلام ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين جزاك الله خيرا يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين وما يفعلوا من خير أي من بداية ما يقال له خير قليلا كان أو كثيرا وجاءت خير النكرة لتفيد العموم فلي يكفروه وأصل الكفر في اللغة هو الستر والتغطية والمعنى المقصود بلي يكفروه أي لي يحرموا ثوابه ولي يضيع عند الله بل يشكر لهم ويجازيهم عليه بما هو أفضل وأبقى والله عليم بالمتقين عليم بأحوالهم وبما في قلوبهم من إيمان وتقوى الذين فعلوا الخيرات وأبتعدوا عن المحرمات نسأل الله العظيم أن يجمعنا بهم في جنات النعيم جزاكم الله خيرا وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين وما في قلوبهم من خيرا وأبقى أعوالهم من خيرا وما في قلوبهم من خيرا